بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بنكمل معاكم دورة الاب انفنتور وفي الدرس السابق ناقشنا وحكينا عن طريقة إرسال البيانات للجوجل شيت كيف أنك بتسوى تطبيق هذا التطبيق بيبعث بيانات لقاعدة بيانات صغيرة أنت بتنشئها باستخدام تكنية الجوجل شيت أو باستخدام تكنيات أو بيانات الجوجل أو خدمات الجوجل سميها إيش ما بدك في هذا التطبيق رح نعمل عملية معاكسة كيف عملية معاكسة هذا التطبيق خاص بالكليانت خاص بالزبائن بدنا نسوي تطبيق خاص فيك أنت كأدمن أنت ما بدك تضلك تفتح على الجوجل شيت وتشوف شو في موجود تحديثات لأ أنت بدك تجيك التحديثات على تطبيق موجود معك خصوصا مثلا مثلا ممكن أنت بتكون بتلف بسيارة وبدك أول بأول يعطيك الرفريش أو يعطيك التحديثات طبعا في هذا الدرس بس بدنا نحكي طريقة استقبال البيانات من الجوجل شيت يعني عكس العملية السابقة لأنه التطبيق استقبال البيانات من الجوجل شيت أكيد ما بيكونش التطبيق إذا بدك تسوي تطبيق نهائي أكيد بيلزموا تطويرات هذا التطبيق بيلزموا تنسيقات تجملات بيلزم مثلا تعمل مؤقت أنه مثلا بعد نصف ساعة بعد ساعة يحذف بيانات أنه مثلا يظهر لك بيانات آخر ساعة يعني هذه الأمور مثلا رتبها بشكل جدول حلو بس في هذا الدرس الصغير رح نشرح عن طريقة استقبال بيانات من الجوجل شيت وفقط في دروس قادمة رح نطور على شغلنا ونشرح باقي الأمور التجملية اللي بتلزم التطبيق ممكن في هذا التطبيق بما أننا سرنا فاتحينه مثلا اضيف تجملات لتطبيق المستخدم العادي مثلا ممكن اضيف لونتفاير هون مثلا تم إرسال بياناتك أو مثلا انتظر الرد خلال ساعة أو مثلا سنتصل بك انتوا فاهمين الفكرة ممكن مثلا اضيف زر آخر البوتون هذا يكون بوتون هون موجود البوتون مثلا اضعي استعرض بياناتك فلما تضغط على هذا البوتون يكون عندنا هون لابل زي لابل 1 و لابل 2 لما تضغط عليه يظهر لي البيانات اللي دخلت هون في هذا المكان طب كيف بدي يظهرها بس يعني الفكرة عارفينها يعني باب التأكيد على المؤكد ميجي على بوتون 2 ميجي من كله القيم اللي يدخلها المستخدم في التكست بوكس 1 يظهر ليها على اللابل 1 مثلا للتأكيد اضغط كذا يعني هذه ممكن تكون أفكار لتطوير تطبيقك على كل لين خلينا ما نضيع وقت رح نيجي نعمل Start a New Project وبنسمى البروجيكت مثلا A B C D E H إيش مكان اسمت البروجيكت ما بيهمنا فتحنا بروجيكت جديد هذا البروجيكت رح نصممه بطريقة يعني الطريقة حاول تكون مناسبة قدر الإمكان علشان المستخدم يستطيع انه يستعرض البيانات أول إشي فيلزم من الزر زر الرفريش يظله يعمل لتحديث ومنيجي عندي سكرين هون منعملها center وهذا الزر منيجي على النص المكتوب عليه منكتب Refresh تحديث وبيلزمنا مكان يعني في الديزاين هذه الأمور الرئيسية والأمور الثانية ويسويها مثل ما بدك بيلزمنا مكان تظهر فيه الـ Data إيش المكان أو إيش الأداة المناسبة ممكن تكون الأداة بوتون بما إنه موجود فيها الخاصية Text أكيد هي مش مناسبة بس بتزبط يعني أنا مش هنحكي لك أي أداة موجود فيها الخاصية Text معناته هذه الأداة بتكون مناسبة ممكن مثلا تكون Label ممكن تكون مثلا List Beaker List View اللي بدك إياه خلينا مثلا نقول الأداة Label ونيجي هنا على الأداة Label ونيجي على الخاصية Text منمسح الحكي اللي موجود ممكن مثلا تيجي تلونها بلون مثلا Yellow تيجي ال High والوت تخليها Fill والوت تخليها Fill هذه الأمور بتخصك شاشة المستخدم أو شاشة التطبيق أو ال Designer خلينا نكون مبدئيا جاهزة قابلة للتعديل بس مبدئيا جاهزة منروح على البلوكس وأول إشي منيجي على الحدث WinButton1.Click وطبعا نسينا إحنا الأداة المهمة اللي هي أداة الاتصال مع السيرفر سواء إحنا بنجرب معلومات من السيرفر أو بنبعث بيانات أو معلومات لا السيرفر اللي هي أداة الويب ومنيجي بنحكيله لما نضغط على الزر نيجي على أداة الويب sitweb.url اتصلي عن طريق الأداة في العنوان التالي طيب إيش العنوان اللي بننتصل فيه العنوان اللي بننتصل فيه اللي هو عبارة عن عن عنوان الجوجل شيت طب كيف بنحصل على عنوان الشيت أو الجوجل شيت نيجي هون على الشير ومنوخذ العنوان اللي بيعطيني مع ملاحظة إنه هون لازم تكون anyone لازم هون تكون anyone with the link تمام؟ أفضل يعني ممكن إنها تصبت الخيار الثاني بس أفضل إنها تكون anyone وبعدين منعمله copy link ومنعمله done الآن يا جماعة حكينا سابقا إنه الـurl الخاص في الجوجل نقسم لعدة مقاطع وكل مقطع بيعني إشي فبالتالي بدنا نعدل في هذا المقطع بحيث إنه نستطيع نستورد بيانات من الجوجل شيت طيب إيش المقطع اللي بدنا نعدله أو إيش المقطع اللي بدنا نعدله في هذا الـurl منيجي منيحذف المقطع الأخير اللي بعد edit نحذفه هيك إحنا إيش بنا نعمل يعني سابقا إيش كان موجود edit تمام؟ إحنا ما بدنا نعمل editing للشيت لا إحنا بنحذف هذا المقطع بدنا نعمل استيراد لهذا الملف فمنيجي من كله export ونعمل بنضيف علامة استفهام بعدين بنيجي من كله النوع فورمات الصيغة فورمات يعمل الاستيراد بالصيغة التالي إيش الصيغة؟ إحنا بنستورده بصيغة CSV فمنيجي من كله CSV وأي صيغة بتضيفها قابلة للتطبيق بيقبلها منك الآن إحنا بيلزمنا هذا العنوان وعلشان نتأكد إنه إحنا كاتبين صح اعمل enter أو طلب العنوان رح تلاحظ إنه يعمل رح يعمل download للشيت اللي موجود هنا بصيغة CSV خلينا نروح هنا على MIT App Inventor ونضيف العنوان اللي كتبناه بنيجي منعمل لسك الآن لازم هذا الطلب نعمله عملية تنفيذ للطلب مثل ما حكينا المرة الماضية بس في الدرس السابق إحنا استعملنا الدالة post text طب ليش استعملناها؟ استعملناها لأنه في موجود عنا نصوص ثانية بدنا نستخدمها الآن مش موجود عنا عنوين أو نصوص أخرى بدنا نستعملها فبالتالي إحنا رح نستخدم ونفس المهمة بتنفذها اللي هي بنك و سينجت معناها تنفيذ الطلب نفذ لي الطلب الدخول لهذا الموقع وعمل لي يعني استورد لي هذا العنوان إيش بيعني؟ بيعني استورد لي الشيت اللي موجود هنا بصيغة CSV فكتبنا العنوان وكله لنفذ لي الطلب الآن يا جماعة هذه الدالة إذا بتذكروا دالة استيراد الملف أو قراءة الملف في الأداة فايل لازم يكون ملحق معاها اللي هو حدث معين ونفس الإشي هذه الدالة لازم يكون ملحق معاها حدث معين إما هذا الحدث وإما هذا الحدث طب أنا كيف بدي أختار بين الحدثين إذا أنا بدي أستورد ملف شو يعني ملف؟ يعني الصورة مثلا بدي أستوردها بدي أستورد ملف موسيقى فيديو بختار هذا الحدث أنا بدي أستورد نصوص فباجي بختار هذا الحدث اللي هو good text الآن يا جماعة خلينا ندرج في الخطوات إحنا ضغطنا على الزر لما ضغطنا على الزر طلب لي أداة الويب طلبت لي العنوان التالي العنوان التالي إيش بيعني بقواعد الجوجل شيت بيعني استورد لي الملف اللي موجود عنا هون هذا الملف استورد الملف بصيغة معينة بعدين الآن نفذ لي الطلب استورد الملف ونفذ الطلب الملف يا جماعة اتخزن في هذا المكان عند response content الملف اللي استورد لي اتخزن في هذا المكان هاي موجود الملف هون طب إيش بدي أسوف الملف بدي أظهره على الليبل باج بقول label one dot text بس ناقص علينا هنا لبن صغيري اعملناها في درس سابق من عند الليست بما إنه الملف اللي موجود عندنا هون على شكل قوائم على شكل جداول فبالتالي بدنا نيجي هون عند الليست ونيجي نعمل list from csv table text تمام؟ يعني أنا بدي أخذ list أو قائمي بصيغة csv علشان أعرفه فبالتالي هون شو بتعمل هذه اللبني بتأخذ ملف csv وبتعرفه على أدوات الاب انفنتور أو بتخلي أداة الاب انفنتور تعرف تتعامل معه لعنده هون جاهزين؟ آه جاهزين تعالوا تنعمل اميوليت هيشتغل معانا الاميوليتر وهاي موجود عندنا الشيت شوفوا شو موجود فيه قيم الآن بدنا نعمل استعراض أو اظهار للقيم اللي موجودة في الجوجل شيت بنعمل ريفرش لاحظوا معاي ظهرت القيم طيب القيم ظهرت بس بطريقة مش مرتبة كثير طب احنا بدل ما اننا نيجي نعمل خطوات الدرس السابق اللي هو استيراد ممكن حل المشكلة اللي هو الدرس اللي شرحناه سابقا قبل درسين أو ثلاثة دروس اللي هي طريقة استيراد ملف من نوع csv حاليا هو الملف صار من نوع csv بطريقة مرتبة طب انا في عندي حل ثاني شو الحل الثاني اللي هو استعرض البيانات على اداة بنيجي هون عندي الديزاينر وبدي استعرض البيانات على اداة الليست فيو بتيجي نوعا ما ارتب اذا استعرضت البيانات على اداة الليست فيو طب تعالوا تنجرب بنيجي هون عند البلوكس بنيجي بنحكي له listview.elements يعني عرض لي هون خيارات اللي اجت على ال listview خلينا بنجرب احنا بنيجي بنكله response content نجيب ليها هون وبنيجي هون بنجيب list from csv table ومنضيفها هون خلينا نشوف الان شغلنا صح ولا غلط نكتب او يعني شغلنا اتطور ولا لا نكتب هون reflish لحظوا معاي انه ايش ظهرت البيانات بطريقة ارتب يعني ممكن نقول انه الدرس حاليا جاهز بس مثلا ممكن تيجي تشتكي انت تيجي كله طيب موجود عندي هون name وموجود عندي هون age انا ما بديه ان يظهرين او مثلا في حال يعني هاي اللي نشرحها في الدروس القادمي انه المؤقت الزمني مثلا كل خمس دكايك كل عشر دكايك كل دكيكتين يحذف لي مثلا او ما يظهر ليش اول خمس سطور اول سبع سطور اخر عشر سطور احنا حاليا ما بدينا نظهر هذا السطر بديش العينون بدي مثلا احمد 25 او احمد رقم 3005 مثلا 00969 مثلا وهذا هو رقم تلفونه اللي انا بدي اتصل عليه فاحنا حاليا يعني حاليا البرنامج جاهز مية في المية ما بينقصوا اياته اشي ومرتب وباكل يعني كفكرة استراد البيانات احنا استوردناها طب خلينا نيجي هون عالجوجل شيت مثلا لو ضفنا هون عمار هون عمار برضو ما حولش انجليزي لو ضفنا هون عمار والاج مثلا 88 مثلا ونيجي هون على التطبيق ونيجي منعمل رفرش لاحظوا معاي هاي ضاف عمار و88 طيب ممكن مثلا احنا يعمل رفرش بشكل تلقائي طب كيف نعمل رفرش بشكل تلقائي ممكن نخلي الحدث مش وين بوتون دوت اكليك ممكن نخلي الحدث مثلا نضيف ساعة ونخلي الحدث اللي هو لو ضفنا مثلا هون مؤقت من عند السنسورز وضفنا كلوك ووجينا عند اللي كلوك حكينا له وين كلوك دوت تايمر بيصير بشكل تلقائي يضل يعمل رفرش بشكل تلقائي يعني اول باول كل قيمة تنضاف يعمل رفرش بشكل تلقائي طيب ممكن مثلا نضيف حدث ثاني يكون الحدث مثلا وين سكرين دوت انشالايز عادي فبالتالي انا اول ما افتح التطبيق ما بدي استخدم هذا الزر اول باول يعمل التحديث اخر فكرة بس انا بما انه سرنا ذكرناها وراح نطور عليها في الدروس السابق القادم انشالله اللي هي فكرة مثلا انا ما بدي يظهر العنوان بدي بس كيم نيم وايجهاي ما بدي اياها تظهر هون احنا بحاجة انه نستخدم دالة اللي هي موجود عندها استخدمناها remove list item list اللي هي احذف لي من الليست سطر معين او قيمة معينة يعني سجل معين فبنجي من كله remove طبعا remove خليها قبل الاستعراض عشان يعمل لي remove بنجي من كله remove قيمة معينة طبعا اي سطر احنا بدنا نحذفه خلينا نكون مبدئيا احنا ما بدناش العنوان فبنيجي من كله احذف لي السطر رقم واحد يعني قبل هاي الخطوة امورنا جاهزة بس اللهم احنا بدنا نعمل يعني هيك بدنا نعدل هاي تعديلات ولا قبل ما نضيف هذا الخطوة هيك شغلنا 100% وتطبيقنا جاهز ولا ايش نقصه سواء ايش ما كان الحدث تمام بس احنا بدنا نعمل تعديلات بدنا نحذف السطر الاول طيب السطر الاول من ايش السطر الاول من الملف اللي استقبلنا من هذا الملف طيب ممتاز الان السطر الاول من هذا الملف طب ايش احنا بدنا نستعرض في هذا المكان بدنا نستعرض هذا الملف فبالتالي ايه صار عنا هون زي خربطة طب احنا بدنا نستعرض السطر الاول او بدنا نحذف السطر الاول من هذا الملف وبدنا نستعرض هذا الملف طب هون شو صار عنا؟ صار عنا في حاجة ملحة لإشي إنه إحنا إشي معين بحاجته مرتين الفكرة اللي حكيتها سابقا معناته بنجيب هنا بنعرف متغير لإنه في إشي إحنا بحاجة نتعامل معه أكثر من مرة فبنيجي بنعرف متغير في هذا المتغير إيش إحنا بدنا نخزن في هذا المتغير؟ بنخزن في هذا المتغير الجدول اللي إحنا استوردناه بصيغة السي أس في وحولناه للست معناته هذا الجدول رح يكون من نوع أو هذا المتغير رح يكون من نوع لست تمام؟ وبدنا نيجي أول إشي الآن أول إشي نيجي نخزن في المتغير نخزن النتيجة اللي استوردناها الملف اللي إحنا حولناه للست بنخزنه في المتغير وبعدين بنسير نقول يا متغير أول مرة إعطيني الجدول اللي مخزن بداخلك تمام؟ لما أعطانا المتغير الجدول اللي مخزن في داخله حذفنا منه السطر الأول جاهز السطر الأول محذوف بعدين نيجي من كل يوم متغير الجدول اللي السطر الأول منه محذوف إعطينيه تمام يا جماعة؟ يعني هنا إنتي لازم من حالك تيجي تستنتج وإنتي إحنا بحاجة لمتغير وإنتي إحنا مش بحاجة لمتغير وخلينا نشوف الآن شغلنا صح ولا لا خلينا مثلا نرجعه هنا على البوتون 1 وخلينا نجرب شغلنا صح ولا لا هاي موجود عنا الإميوليتر لسه مش متعرف على التغييرات لما نعمل ريفرش بيعمل لنا تحديث لاحظوا معي لما عملت ريفرش شو عمل حذف لي العمود الأول أو السطر الأول اللي هو العنوان طب أنا مثلا بدي يحذف لي مثلا السطر الثاني اللي هو أحمد 25 فلجبه كله السطر الثاني يحذف لي يعني خلينا نتعرف على لبينات الليست أحمد 25 حذف ليا تمام؟ بدي يحذف لي إيش ما بدي بيحذف لي إيش ما بدي الفكرة إن شاء الله إنها وصلت إحنا في الدروس القادمة بنطور على الفكرة ممكن نستعرضهن بشكل أكثر أنا شرحت لكم قبل فكرة كيف تستعرضهن بشكل عمودين وممكن على هذا التطبيق نطبق الفكرة حاولوا جربوها لحالكم اللي هي كيفية درس اسمه كيفية استعراض ولجيكم الدرس هاي اليوتيوب هاي يورتشانل اللي هو تخزين واسترجاء هذا هو اللي هو الدرس 51 درس 51 طبعا هاي داعي حاولوا استعرضوا أو جربوا الأمور الموجودة في الدرس 51 على هذا التطبيق بديش أطول عليكم أهم إشي في هذا التطبيق بدي منك تعرف شغلة واحدة كيف تستورد شيت من الجوجل شيت أو من خدمات الجوجل تستعرضها في التطبيق اللي إليك خلص شكراً لكم الله أعطيكم العافية اشتركوا في القناة